اشتركوا في القناة العربية الصادرة هنا في لندن مع ضيوفي لهذا اليوم مع إبراهيم درويش ومحمد عيش فيا أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام قبل أن نبدأ ونشرع في حديثنا نستعرض أهم ورد من عنوين من الصحف العربية الصادرة هنا في لندن والبداية طبعا من الحياة اللندنية التي عنوانت بأن هناك لجنة إسرائيلية داخلية بمراقبين أجنبيين وتركيا تتمسك بتحقيق دولي محايد الرشيد هددوني بالقتل إذا لم أتوقف عن تغيير المناهج وهذا وزير التربية والتعليم السعودي هذا في الحياة اللندنية أما في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية فعنوانت بأن حركة حماس قالت لا نريد مايونيز أوباما وشعبنا لأوباما طبعا وشعبنا لا يتسول الأب الروحي لنجاد يدعو إيران لإنتاج الأسلحة الخاصة هذا في صحيفة الشرق الأوسط أما القدس العربي التي عنونت بأن تركيا ترفض اللجنة الإسرائيلية للتحقيق في حديثة أسطول الحرية وتهدد بإعادة النظر بالعلاقات مع تل أبيب إذا أصرت على موقفها وأيضا هناك عنوان في منتصف الصفحة الأولى بأن العراق البرلمان يعقد جلسته الأولى وسط غياب رئيس الجمهورية والنواب الأكراد أدوا اليمين بلغتهم والاتفاق على الرئاسات الثلاث هذا مشاهدي أكرم أبرز ما جاء في الصحف العربية الصادرة هنا في لندن أما الصحف البريطانية الصادرة هنا هو البداية من فتركزت أغلبها بالتأكيد على الأزمة التي تعصف بشركة بي بي البريتش بيتروليوم بإضافة إلى الحدث الذي نتابعه ببطوضة ساوث أفريكا بكأس العالم البداية من الغاردين البريطانية التي عنونت بالقول بأن شركة بي بي تواجه غرامات تقدر بـ 34 بليون دولار 34 مليار دولار تقريبا من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي وهذه الغرامات طبعا الاندبيدن تختلفت عن الغاردين وعنونت بكامل صفحة عن أحداث الأحد الأسود منذ 38 عام وقالت متى وهل ستشفي الجراح هذا بالنسبة للاندبيدن تأمى صعيفة الديلي تيليغراف التي كان غلب عليها الاقتصاد أيضا وقالت في صفحتها الرئيسية بأن التقاعدة يكلف حوالي أربعة ألف باوند في السنة للحكومة عن كل فرد أما الفيناشل تايمز الاقتصادية فعنونت بأن بي بي ملزمة بتعويضات تقدر بعشرين بليون دولار التعويضات طبعا غير الغرامات التي التي انفرضت بها الڭارديان وهي من مجلس الشيوخ الأمريكي طبعا التايمز غلب عليها أيضا بصورة اقتصادية لما يحدث في خليج المكسيك لكن عنونت بأن بي بي سي تتجه لفضل علاقتها بالتزاماتها بنفقات القطاع العام مرحبا بكم مضيوف الكرام أستاذ إبراهيم بالبداية ما الذي لفت في اليوم بالصحافة البريطانية بالإضافة لما ذكر الموضوعات كثيرة تتعلق بالشرق الأوسط مثلا قضية الجدل حول لجنة التحقيق الدولية ورفض تركيا لها من الموضوعات التي أثرتها كانت صحيفة ديل تيليغراف وهي صحيفة يمينية الطابع ومؤيدة طبعا عدد الإسرائيل تتحدث عن سياسة عزل حمص حدثنا عن هذا الموضوع سياسة عزل حمص هي طبعا لا تأتي بشيء جديد وتتحدث تحديدا على أن الحصار على غزة قامت به إسرائيل من أجل حماية نفسها لكن الرحمة التي أرادت إسرائيل لتحقيقها لنفسها تحولت إلى لعنى وأدت إلى استثمار الحصار من قبل حماس ومؤيدها لتصوير سورة إسرائيل في الغرب على أنها دولة عدوانية طبعا هي تتحدث أيضا عن تصطيحة وزير رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنيهو عن إمكان تخفيف الحصار واجتماعه مع توني بلير مبعوث الربعية في هذا الشأن لكنها تقول أنه يعني تقول أنه إسرائيل سمعتها الآن في العالم في الحضيد ومن أجل أن تستعيد المبادرة وأن تستعيد الثقة بنفسها عليها أن تعيد المحادثات مع طرف فلسطيني معتدل وهو سلطة الوطنية فلسطينية من أجل أن تظهر للعالم أن حماس هذا في الصحابة البريطانية لكن كيف تناولته في من أجل أن تظهر للعالم أن حماس وجمعتها ليسوا مهتمين بالسلام هذا بريطانيا عربيا كيف تناولته بأن هناك تصريح لحماس في الشرق الأوسط لا نريد ما ينازل من هذا كلام نعم هو الموضوع الفلسطيني يضغى اليوم أيضا على المعظم الصحافة العربية جريدة الشرق الأوسط انفردت بمقابلة مع الدكتور باسم نعيم وزير الصحة الفلسطيني في حكومة إسماعيل هنية من قطاع غزة يعلق فيها على السماح السلطات الإسرائيلية بأربع سلع جديدة بدخول أربع سلع جديدة إلى القطاع غزة من بينها المايونيز والكاتشاب سمحوا بدخول المايونيز والكاتشاب ليستمتع سكان القطاع بهذه نعم فيرد الدكتور باسم نعيم بأنه لا نريد مايونيز أوباما ويقول بأن لدينا في قطاع غزة أربعين سلع وليس أربع سلع من المحظور دخولها لدينا كميات تكفي أن نصدر للولايات المتحدة ولأول مرة مسؤول فلسطيني يقول بأن إسرائيل خسرت في حصار القطاع أيضا كما يعني خسرت أكثر مما استفادت ويقول بأن قطاع غزة كان سوق مهم مستهلك للبضاعة الإسرائيلية التي أصبحت الآن تتلف في المخازن الإسرائيلية يقول أن قطاع غزة كان يستورد كميات كبيرة من الفاكهة ومن الخضار يتم تصديرها من داخل أراضي المحتلة عام 48 إلى قطاع غزة والآن أصبح لا يتم تصديرها ومع ذلك لم يحرم منها الفلسطينيون في قطاع غزة وأن لدينا كميات كبيرة من الموت سيد إبراهيم في الجاردين هناك بأن التزايد وتصاعد الاستثمار القطري في بريطانيا طبعا هذا موضوع ليس جديد تخاصل بعدما اشترط القطر متجر هارود قبل شهرين هارود بحوالي 1.5 بليون جنيه سرليني وهي تتحدث تقول أن قطر الواثقة بحوائدها النفطية وبعادة الغاز الطبيعي تستطيع أن تؤثر على تجارة العقارة في البلاد وهناك استثمارات كبيرة وتتحدث عن منطقة مهمة في مركز لندن وهي من لندن بريج حتى تشيلسي وهي منطقة مركز استثمار القليجي حتى البارحة أربع قنوات بريطانية من قنوات البي بي سي تكلمت عن هذا الموضوع هو طبعا موضوع قدمت في صحيفة تحليل الاقتصادي عن السبب التي دعا القطر أن تتفوق تصبح أكبر مستثمر في العالم في أوفرسيس وهي دولة صغيرة السبب ذلك أن المستثمر القطريين استفادوا من ضعف الجنيه السرليني واستفادوا أيضا من أنه الآن هناك ضعف ضعف القدرة الشرائية عند الناس قطر عندها القدرة الشرائية فتصدت عند تشتري والاستثمار التحدث عنها ليست عقارة فقط ولكن أيضا بناء مثلا مراكز تجاري وإنقاذ شركات في حالة من الفساد ومعروف بأن أيضا بنك باركليز أنقذوا المستثمرين قطريين ومستثمرين من أبوظبي الآن على قصة الثروات هناك اكتشافات في أفغانستان اكتشافات مخيفة تتكلمت عن اكتشافات بالمعادن ربما تغير وجه أفغانستان كله صحيح يعني تنشر الشرق الأوسط وأيضا جريدت الحياة تقارير تتحدث عن أن الولايات المتحدة اكتشفت ثروات معدنية تقدر قيمتها بتريليون دولار في أفغانستان وهذا أيضا أظن أنه يفسر جانب من الحرب أو جانب ربما كان مسكوتا عنه طبعا هذه غير مستفعلة ولم تكتشفها لا لا هي اكتشاف جديد هي لم يتم استخراجها ولم يتم استغلالها هي القضية معرفة لكن توقيت توقيت لماذا أعلنت البنتاجون والفريق الجيولوجي عن الاكتشام موجودة وقال عام الماضي وزير التعليم وقيلة من منصب لأنه توقيت هذا من أجل بسبب المشاكل المصاعب التي تعرضت للجيش الأمريكي اليوم مثلا واشنطن بوست عيوان موضوع الرئيسي كان حاول المشاكل المصاعب التي تواجه الجيش الأمريكي وربما لإغراء أيضا الحلفاء للبقاء لأنه التحالف الأمريكي الذي احتل أفغانستان بدأ ينفرط عقده وبالتالي الدول تنسحب تباعا وآخرها ببريطانيا يعني يوم أمس تعنون أحدى الصحف البريطانية بأن أفغانستان بدأت في بداية النهاية أو بداية النهاية بالنسبة للجيش البريطاني هم مقبلون حتى على انسحاب بريطانيا التعيز مثلا تقول أن الثروة الطبيعية في أفغانستان قد تنافس الثروة السعودية ولكن المشكلة المشكلة أن الثروة الطبيعية الثروة الطبيعية المعدنية لكن الثروة الطبيعية هذه الموجودة في مناطق تسيطر عليه طالبان فكيف تسفيد من حكومة كرساة هناك حوالي أربعة مليون أفغاني تحصل حركة طالبان هذا يؤل لإغراء الأمريكي والإغراء الحلفاء فوز نفسه الرأي العام والدول الأخرى للاستمرار في الحرب ضد طالبان يعني كل هذه الثروة الآن أصبحت تحقيق طالبان وبالتالي نحن لا نريد أن نبقي مثل هذه القوة الاقتصادية تحت يد طالبان وعلينا أن نحررها ومن واجبنا أن نحررها يعني هذه الرسالة أو لحرف الأنظار عن ما يحدث من المصاعب المشاكل التي تحدثت رأيت أيضا سيد إبراهيم بأن هناك الاندبندنت والتايمز استكلمت عن اختيار القيادة الرشيدة في أفريقيا من قبر رجل أعمال ملياردير هنا في إبراهيم طبعا هذه الجائزة أنشاءها رجل أعمال سوداني اسمه مو إبراهيم قيمتها حوالي ثلاث ملايين جنيه سنين أو ما يعدل خمس ملايين دولار وهي تصرف لأحسن قائد إفريقي منتخب ويريد أن يتخلى عن حكم بناء الدستور طبعا هذا التايمز تناولته من جانب آخر السنة طبعا مشكلة في سبب التركيز على هذا الموضوع من هو المرسح الأفريقي؟ المرسح هو كان ثابو أمبيكي لكن ثابو أمبيكي لهذه السنة طبعا لم تره اللجنة التي ترأسها كوفي عن الأمين العام السابق للأمم المتحدة مؤهل لهذا الفوز فحجبت للمرة الثابو أمبيكي فأدى هذا الحديث عن طبيعة القيادة الأفريقية وأن معظم القادة الأفارقة هم أيضا أصبحوا قادة شمولين فتحدثت مثلا عن مليستيزينا ومتحدثت مثلا عن يورو موسيفيني وغيرهم من القادة الأفارقة الذين صار لهم أكثر من 20 سلاف الحكم وأصبحوا أنظمة قابعية طبعا مو إبراهيم كتب مقال في الاندباندن دافع فيها عن المسابق وقال أن المسابق حجم السابق لا يعني أن أفريقيا هوبلس كما أشرت مجال الإيكونوميكس في أحد عددها قال أن أفريقيا فيها مجال للأمال وأن حجبها لا يعني أننا نريد أن نتحدى الفكرة النواطية يعني الاختراق الذي باستطاقهم لكأس العالم ربما سيشكل بقفزة نوعية كما قال كثير من المراقبين فإبراهيم يقول أن المسألة ليست فقدان أمل وبلد يأس وبلد قارة لا أمل فيها بل إفريقيا فيها كثير من جوانب الأمل وفيها كثير من الأشياء التي تقدم العمل الحياة في تهديد لوزير سعودي ووزير التربية والتعليم بأن الرشيد لأن هناك يعني هددوه بالقتل فهم القصة هو عنوار رئيسي له نعم هو صحيفة الحياة جرت مقابلة مع وزير التعليم السابق في السعودية محمد رشيد يتحدث عن المصاعب التي واجهته خلال فترة التودي لمنصبه هذه المقابلة يعني ابتداء أن تمثل حالة الصراع داخل السعودية ما بين التيار الليبرالي والتيار المحافظ والسلفي بالفعل هو الرشيد هو دمج أو دمج خلال عهده إدارة تعليم البنات مع وزارة التربية والتعليم كانت مستقلة ويعني أدخل بعض التغييرات على المناهج التعليم سواء مناهج تعليم الذكور أم الإناث فاتهم من قبل المحافظين داخل المملكة بأنه يعني هو يقود تيار يعني تيار يريد أن يعني يغير المناهج وتيار تكفير وتيار تغريب في داخل المملكة وبالتالي كان واجه معارضة كبيرة وصلت لمرحلة تهديده بالقتل ويقول يعني يتحدث عن أشياء كثيرة من ضمنها انتقادات تعرض لها ودعوات على المنابر في خطب الجمعة ضده وتشهير به وقذف وشتم وشتائم تعرض لها وأيضا تشهير وسباب عبر الإنترنت وكذلك لكن هي تأتي يعني في إطار معروف أن صحيفة الحياة يعني تميل إلى التيار الليبرالي في الحقيقة داخل السعودية وبالتالي يعني هي تميل لجانبه وتفتح له صفحات الحدث العالمي بساوث أفريكا يعني أغلب الناس ومليارات الناس كلهم الآن يتابعون وأنا منهم صراحة وتابعون كل مباراة لكن اليوم البي بي سي ذكرت في كل الصحف طبعا بأن البي بي سي ستقدم خدمة بديلة عن خدمة البوفوزيلا هذه الصفارة الافريقية هي المشكلة تنبع من الصفارة أو المزمار الافريقي البوفوزيلا الذي يعني هو مزمار تقليدي وأصبح شعر مباراة كأس العالم وهي قضية تناولتها كل الصحف البريطانية من زاوية مختلفة البي بي سي طبعا تريد أن تقدم خدمة للذين ينزعجون من صفارة البوفوزيلا هي بالضل تزعين دقيقة لا تسكت أبدا بالمباراة ولهذا كثير حتى من اللاعبي مثلا ميسي أو رولازو أبدو تزعاجهم من هذا الصوت فقالوا إذا كان هذا الصوت كان موجود قد لا نستطيع أن نلعب لكن أيضا البي بي سي طبعا قرارها بنية على 220 شكوى تقدمة بهم وطني بريطانيين مقابل 22 ألف مزمار بيعت في محل سانس بري التي تبيعها للمشجعين بريطانيين واشتروه قبل مباراة إنجلترا للسبوع الماضي أو السبت الماضي فهنا تريد أن تقدم طبعا هناك مخاطر صحية لصوت الكثير من الأطباء حذروا أن صوت البوفوزيلا قد يؤثر على طبلة الأذن فهنا حذروا الناس أن يبتعدوا عن هذا الصوت حتى ليس فقط الجمهور الجنوب إفريقي هو الذي يشجع حتى الناس الإيطاليين كلهم يمشون البوفوزيلا نقطة مهمة جنوب إفريقيين يتحدثون وقولوا أن المشكلاتنا مشكلة إن شاء الله صحيح أشف تفضل خلينا معك محمد لبنما إن شاء الله صحيح أستاذ محمد القدس العربي ترمض اللجنة التي خلقتها إسرائيل فيما يتعلق بالتحقيق يعني الواضح أن هناك تصاعد في وطيرة الخلافات المتعلقة بلجنة التحقيق في حادث أصول الحرية الصحيفة تتحدث عن تصاعد في وطيرة الخلاف بين أنقرة وتل أبيب وأيضا تتحدث عن تشكيل اللجنة التحقيق الداخلية هناك تصريحات لوزير الخارجية التركي يتحدث فيها عن أن عن أن هذه الجريمة وقعت في داخل المياه الدولية وبالتالي لا يمكن إلا أن تكون لجنة التحقيق لجنة دولية وليست محلية إسرائيل تصر على أنها لجنة محلية وتقترح مراقبين دولية هذه طبعا تركيا هددت بأنه يجب على إسرائيل أن تقدم اعتدارا وإلا سنقطع علاقتنا بها الآن الموقف التركي حتى من هذه اللجنة كما يقول المراقبون لم يكن بنفس الحدية الذي كان منذ أسبوع لا هو يعني تركيا رافضة لكن أيضا علينا لا نغفل لأن الولايات المتحدة أيضا رحبت في تشكيل اللجنة يوم أمس اللجنة تتضمن أيضا مراقبين دوليين والتالي يعني هي حققت جزءا من المطلوب تركيا يعني على مدى هو الخصد والحكم نعم تركيا تريد لجنة من الأمم المتحدة وتريد لجنة يعني على مستوى عالي من المهنية تصفها صحيفة الحياة بأنها لجنة بلا أسنان التي تم تشكيلها أي أنها لا تستطيع أصلا أن تتخذ أي قرار يعني لا تستطيع أن تتخذ أي قرار تنفيذي أو أن تجبر إسرائيل على ذلك خاصة أنها لجنة إسرائيلية في النهاية سيد إبراهيم يعني نبقى في موضوع الكأس العالم لكن بخبر مؤلم جدا حول مقتل صوماليين بسبب إسلاميين قتلوهم قالوا بأنهم يجهزوا حرام بالديلتريغراف بالديلتريغراف طبعا هو خبر صغير في الصفحة الداخلية يقول أن مقاتل من الحزب الإسلامي قتلوا مشجعين كان يراقبون أو يتابعون مباراة نيجيريا مع الأرجنتين وقالوا أن على الشباب الصومالي أن يركز على الجهاد بدل أن يضيع الوقت والمال بمتابعة هذه المباراة طبعا حركة الحزب الإسلامي تضبك الشريعة الإسلامية في المناطق التي تسيطر عليها لكن بالمناسبة صحيفة الديلتريغراف محسوبة أعتقد على التيار اليميني وبالتالي هي ربما تصوط لا يعني مش تسيط بمعنى تسيط لكنها دائما ما تحاول لاستياد مثلا بعض تصرفات طالبان أو بعض تظرفات غانستان أو بعض السلوكيات مثل الأحزاب المتطرفة أو الجماعات المتطرفة في الصومات يعني حتى هذه لوحظت أيام الحرب على العراق يعني كنا نشاهد بشكل متواصل أو فترة ما قبل الحرب على العراق كنا نشاهد يوميا بأن أخبار صدام حسين بجانبها أخبار أسامة بن لادن هم يريدوا أن يربطوا ما بين هي طبعا هي تكيفي الخبر في الصحافة تكيفي الخبر كيف أنت تضع الخبر بما يصد في الصحافة وأذا يعني ربما يكون مسكوك حتى في صحاته ربما بالفعل قد يكون حتى خبر المسكوك طبعا لا تذكر لا تذكر مصدر أنا حاولت أنا يعني لا يوجد مصدر لا يوجد مصدر وقد يكون مصدرها يعني أو من الإنترنت أو قد يكون خبر قديم حاولت أن تستغلوا في هذه المناصرة في البلإندبنت شيء كوميدي أخترتني بأن الشخصية المحروفة لتقليد الكوميديان يعني سياسي هو روري بن ريملر مشعور في تقديم التقليد السياسيين ومشعور في القناة الرابعة التلفزيوني في مقابلة أجرها مع الصحفي المخضرم ديفيد فروست تحدث فيه لأول مرة ويثير الاستغراب أن مشكلة السخرية من الدين تعتبر عاق أمامه فهو يقول أن الرقابة الذاتية التي يمارس الفن العنافسه قد تكون عاقاً أمامه ومنها أنه يقول كل ما يريد أن يكتب نكتة أو مقلباً حول الإسلام يدخل فيه الإسلام يخشى أن يدفع حياته ثمنة لها فهذا السبب هو طبعاً ديفيد فروست يتحدث يقول أنه يعني أنه عبر عن دهشته لماذا يشعر بأي قناة أخرج هذا بالبي بي بي سي بالبي بي بي سي تحت عنوان مثلاً فروست أم ستايا ديفيد فروست عن حول الكوميديا أو حول المقالب الساخرة استقالة فتفة وهذا أركان الفريق الرابع عشر من آذار كان هناك القدس العربي إذا هتمت به اليوم نعم نعم يوم أمس أصدر عن الوزير السابق محمد فتفة بيان أحمد فتفة بيان بيتحدث فيه عن أنه وضع استقالته من تيار المستقبل في يد سعد الحريري المعروف أن فتفة كان أحد أبرز الصقور في تيار المستقبل وأكثرهم انتقاداً لسوريا أنا أعتقد بأن هذه ضربة قاضية أو ضربة جديدة تلقاها تيار 14 أذار بعد لقاء الجملات في سوريا أو زيارة جملات لسوريا ومن ثم الحريري أيضاً إلى سوريا وأيضاً يوم هناك لقاء قمة سوريا لبنانية حتى في بعض تقارير صحفية محمد ذكرت بأن من شروط كانت تقارب السوري اللبناني ورضاء السوريين يعني ابتعاد أحمد فتفة أو خروجه من 14 أذار لأنه كما يقول السوريون وكان أكثر حدة في انتقاد سوريا وفي انتقادات لاذعة ضد سوريا بالفعل لكن تأتي الاستقالة في إطار تراجع تيار أيضاً المستقبل في الانتخابات المحلية التي تجري في لبنان أيضاً تيار المستقبل يتعرض لضغوط انتخابية إضافة لضغوط الذي هو انفراط عقد التحالف بدقيقتين نحاول أن نجمل أبرز العناوين التي اليوم الصحافة البريطانية تمت كثيراً ببريتش بتروليوم يعني مجلس الشيوخ الأمريكي 34 بليون دولار هناك تعويضات بـ 20 بليون دولار لماذا كل هذا الاهتمام يعني المشكلة أنا أريد أن أتعاد عن تعويضات نلاحظ أن النبرة الآن بدأت تتغير في الصحافة البريطانية البريطانية حاول تناول العلاقة بين أمريكيا وبريطانيا ومركزها البي بي فالآن طبعاً تهم أوباما عندما انتقد رئيس مدير شركة البرتش بودروليوم بأنه معادن لبريطانيا وأنه يعني يحاول أن يؤثر على أموال التقاعدين البريطانيين فهو طبعاً لا نتحدث لوحدة أن وجود عدد كبير من المقالات في الصحافة البريطانية ومنها المحافظة تدافع عن أوباما تقول أن أوباما ليس ليس معادن بأن البلاد المتحدة تتجه إلى يعني التوريط بريطانيا فيما يتعلق بهذه النقطة وطبعاً معظم المقالات تدافع عن أو تحاول أن تخفف من حدة التوتر بين البلدين وتحاول أن تظهر أن أوباما معني بمحاولة حل المشكلة ولأنه يزور الآن في مدة ثلاث أيام خلج المكسيك لأجل توصل إلى حلول لتخلص من التوتر حتى أن أوباما قال بأن ما يحدث الآن من كارثة بحرية يعني مثل 11 و 10 و 10 لكن أيضاً كما قلت أن النبرة الآن بدأت في الأيام السابقة طريقة المعلقين تناولوا أوباما بطريقة شديدة واتهمه بأنه معادن لبريطانيا وأنه يحاول أن يحرج الحكومة التي تلف جديدة الآن نبرة تحاول أن تؤكد على أن أوباما ليس معادن للمصالح البريطانية ولكنه يحاول أن يتصدى للمشاكل التي وضعتها بريتش بيتوليوم بثلاثين ثانية محمد هناك الحديث الصحي الكثرة البارحة واليوم عن اندماج دول الخليج العربي وعبدالله نفيسي وعبدالباري عطوان تناولوها اليوم؟ رئيس تحرير القدس العربي يكتب اليوم مقالاً يتناول في هذه القضية تحت أنوان اندماج دول الخليج بالسعودية يعلق فيه على مطالبة أو دعوة أطلقها الكاتب الكويت والأستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالله النفيسي يدعو فيها دول الخليج الصغيرة إلى الانضمام إلى السعودية في دولة واحدة يعني هو باختصار يعلق تعليقاً طويلاً لكن خلاصته هو أن مثل هذا الاندماج مطلوب لكنه يحتاج لإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة هو المقصود ليس الاندماج الجغرافي وإنما الاندماج من حيث القرارات في وزارة النفط وغيرها هو الواضح أن الدكتور النفيسي يدعو إلى وحدة خليجية لحمايتها بالفعل الوقت أدركنا شكراً جزيلاً لكم سيد إبراهيم درويش ومحمد عيش شكراً جزيلاً لكم اليوم استمتعنا للحديث معكم كما أشكركم مشاهدي كرام على حسن متابعتكم غداً لنا لقاء جديد إن شاء الله في جولة الصحافة أشكركم وإلى اللقاء شكراً جزيلاً لكم 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر